زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مقر المسارعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليو عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي مريم ألمهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة وطلع سموه على نتائج عمل فرق عمل المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى جانب المبادرات الاستراتيجية العشر التي طورتها تلك الفرق وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي والتي تهدف إلى تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية الانتاج الوطني من الأغذية وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية